بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الصحة والبطلان في الشرع الإسلامي مصطلحان من مصطلحات علم أصول الفقهة علم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها اليقينية لمعرفة هذا المعنى لغة واصطلاحا وشرعا تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحلقة التاسعة الصحة والبطلان لفظ الصحة يطلق على معنيين الأول ترتب المقصود من الفعل عليه في الدنيا كما نقول في العبادات إنها صحيحة بمعنى إنها مجزئة ومبرئة لذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء وذلك يكون بموافقتها لأمر الشارع بأن تفعل متجمعة لكل ما تتوقف عليه وكما نقول في المعاملات إنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعا للملك والحل والمعنى الثاني ترتب آثار العمل عليه في الآخرة كترتب الصواب فيقال هذا عمل صحيح بمعنى أنه يرجى به الثواف الآخرة سواء كان عبادة أم عادة وهذا يتعرض له علماء الأخلاق وليس من شأن الأصولي البحث فيه ولفظ البطلان كذلك يطلق على معنين الأول عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا كما نقول في العبادات إنها باطلة بمعنى أنها غير مجزئة ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء وذلك يكون بمخالفتها أمر الشارع بترك ما تتوقف عليه من شرط أو ركن وإذا رجعت المخالفة إلى نفس العبادة كما صورنا فلا نزاع في إطلاق اسم البطلان عليها أما إن رجعت إلى وصف خارجي في منفك عن حقيقتها كالصلاة في الدار المخصوبة فقد قدمنا أن الفعل صحيح على الرأي الجمهور لأن الصلاة وقعت على الموافقة للشارع ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف وقد أبطلها بعض الفقهاء لأنه أتبرها متصفة بوصف يخالف أمر الشارع وقدمنا أن ذلك هو غاهر وكما نقول في المعاملات إنها باطلة بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا من الملك والحل ولما كانت في الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا كان النظر فيها راجعا إلى اعتبارين الاعتبار الأول من حيث هي أمور مأذون فيها شرعا أو مأمور بها شرعا والثاني من حيث هي أسباب لمصالح بنيت عليها فأما الأول فاعتبره قوم بإطلاق وجعلوا مخالفة أمر الشارع مخالفة قصده بإطلاق العبادات المحضة وإذا كان كذلك فمخالفة أمر الشارع تقتضي بخروج ذلك الفعل عن مقتضاق أبه وذلك يقضي أنه غير مشروع وغير المشروع باطل فهذا كذلك ومن هنا قال الشفعية لا فرق في المعاملات بين فاسد وباطل كما قيل في العبادات وأما الثاني فاعتبره قوم لكنهم لم يهملوا الأمر الأول بل جعلوا الأمر منزلا على اعتبار المصلحة فإذا كان المعنى الذي لأجله كان العمل مخالفا للأمر مؤثرا في أصل العقد كبيع المجنون وزواج المسلمة بالكافر حكما بالبطان وإذا كان المعنى الذي من أجله كان العمل مخالفا لا يؤثر في أصل العقد وإنما يؤثر في صفة إلا هو يمكن تلافيها كالبيع لأجل مجهول أو بثمن مجهول لم يكن الفعل باطلا بل يكون العاقدان مأمورين أن يتلافي ذلك المعنى إما بإزالة الوصف المخالف في الوقت الذي يحدده الشرع وإما بفسخ العقد إن قبل الفسخ وقد وضع لمن كان كذلك اسم الفاسد والمعنى الذي فيه هو الفساد وسنبين في الكلام على مقتضى النهي أن هذا الرأي أقرب إلى نظر الشريعة التي إنما جاءت لمراعاة مصالح العباد بتأسيس العقود وجعلها أسبابا لما يترتب عليها ولم تجعلها تعبدا محضا الإطلاق الثاني للبطلان أن يراد به عدم ترتيب العمل عليه في الآخرة وهو الثواب وهذا يبحث فيه علماء الأخلاق هذا وقد رأى ابن الحاجب أن الصحة أو البطلان في العبادات أمر عقلي لا يتوقف على توقيف من الشارع لأن الصحة كون العمل موافق الأمر الشارع والبطلان والفساد كونها على عكس ذلك هذا أمر يستقل العقل بدركه بعد معرفة ما تتوقف العبادة عليه قال ابن الهمام ولا يخفى أن ترتب الأثر على الفعل وضعي معرفة كونه العبادة مصططة للقضاء لأن ورود أمر الشارع بالصلاة بالتيمم يحتاج في معرفة كونها تثبت القضاء أو لا تثبته إلى توقيف الشارع لأن بعضها لا يثبت القضاء عند بعض الأئمة أما الصحة والبطلان في المعاملات فأمر شرعي إنما يعرف بتوقيف من الشارع فهما إذن من أحكام الوضع الآن المحكوم فيه وهو الفعل للفعل الداخل تحت التكليف خمسة شروط رقم واحد صحة حدوثه لاستحال التعلق الأمر بالمحال كقلب الأجناس والجمع بين الضدين فلا أمر إلا بمعلوم يمكن وجوده رقم اثنين جواس كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره إذ لا يجوز تكليف زيد بكتابة عمر وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب رقم ثلاثة كونه معلوما للمأمور مميزا عن غيره حتى يتصور قصده إليه رقم أربعة أن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال هذا يختص بما يجب فيه قصد الطاع والتقرب ومعنى كونه معلوما هنا إمكان العلم فلا يرد أن الكافر مأمور بإيمان وهو لا يعلم أنه مأمور به لأن ذلك في حكم المعلوم إذ قد نصبت الأدلة وحصل العقل والتمكن من النظر حتى إن لم يقم عليه دليل ولا يعتبر الإنسان مأمورا به وكذلك من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يكون مأمورا لأنه لا يتمكن من النظر رقم خمسة أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العادات ويستسنى من هذا شيئان أحدهما الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد إتيانه به الثاني أصل إرادة الطاعة والإخلاص فإنه لأفتقرت إلى إرادة لأفتقرت الإرادة إلى إرادة ولتسلسل ويتفرع عن هذه الشروط مسائل الأولى القدرة على الفعل شرط التكليف فلا تكليف بممتنع الممتنع إما أن يكون امتناعه ذاتيا بحيث لا تقبل ذاته الوجود كالجمع بين الضدين إما عاديا يعني أنه في نفسه ممكن الوجود ولكن لا قبل للمكلف به والكلام في كل منهما في طرفين الأول من جهة جواز التكليف الثاني من جهة الوقوع من الشارع المستحيل لذاته ما هو وما تعرفه المستحيل لذاته لا يجوز عقلا التكليف به لأن التكليف معناه طلب إيقاع الفعل فارجا فلابد من تصور المكلف به كما طلب وقد فرضنا أنه مستحيل لذاته فامتنع التكليف به وكذلك يمتنع التكليف الصوري لأنه ضرب من الهذيان وهو لا يجوز على الله المستحيل لأمر خارج عنه ما هو يراد به ما هو ممكن في ذاته ولكنه ليس من مقدور العبد وهذا القسم ملحق بالأول لأنه لا بد من التكليف من ملاحظة المكلف والمكلف به والنسبة بينهما وهي الإمكان الخاص أي إمكان وقوع هذا الفعل من المكلف والإمكان ذاتي لا يفيد هنا لأنه ليس مناطا للتكليف وقد نسب إلى الأشعرية رحمه الله القول بتجويز التكليف بهذا الضرب من الأفعال بل إن جميع التكليف منه ولم ينقل هذا عنه صراحة وإنما زعموه لازم مذهبه في هاتين القاعدتين رقم واحد القدرة لا تكون إلا مع الفعل رقم اثنين أفعال العباد مخلوقة لله فعند التكليف لا قدرة للمكلف على الفعل فهو مستحيل منه ولما كان الفعل مخلوقة لله غير مقدور له فقد كلف بما لا قدرة له عليه ولزوم هذه من القاعدة الأولى خطأ لأن القدرة التي هي مناطق التكليف هي الممكنة وهي عبارة عن سلامة الأسباب والآلات وهي تتقدم الفعل قطعا أما القدرة التي تقارن الفعل وهي التي أرادها الأشعري فلا يناطق بها التكليف والقرآن شاهد في كثير من آياته على أن التكليف يناطق بالأولى لا بالثانية كقوله تعالى فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكين ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أما القاعدة الثانية فإنها قد تنتج ذلك عند من يقول بالقبر المحض أو ما يساويه في المعنى وإن خالفه في اللفظ أما على رأي المحققين من أن هناك شيء يوجده العبد وهو العزم المصمم على الفعل بلا تردد والتوجه الصادق إليه طالبا إياه وهذا معنى الكذب عند المحققين فلا فإذا عزم المكلف ذلك العزم وجد الفعل أثره بقدرة الله تعالى وحينئذ فالذي كلف به العبد هو ذلك العزم المصمم وهو مقدور له وكون الأفعال مخلوقات إن لله تعالى لا ينافي قدرة العبد على هذا العزم فظهر من ذلك أن القاعدة الثانية لا يلزم منها ما التزمه أصحاب الأشعري إلا إذا جعلوه جبريا أو في حكم الجبريين أما عن ما لا يكون لسبق علم الله أنه لا يكون احتج قوم على جواز التكريف بالمستحيل أن الله كلف قوما بأعمال سبق في علمه أنهم لا يعملونها وصرح بذلك في كتابه العزيز فقال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون وهو مع ذلك كلفهم بالإيمان والجواب عن ذلك أن العلم لا أثر له في وجود الفعل ولا في عدمه إذ ليس مما يسلبه قدرة العزم على الفعل عند خلق الاختيار فما يقع من الأفعال موافقا لعلم الله القديم لا يؤثر العلم في وجوده إنما يقع بكسب العبد مختارا فيه وغاية الأمر أن الله تعالى له كمال العلم فكان علمه محيطا بكل ما يكون أنه سيكون يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وذلك لا يسلب الفاعلين اختيارهم عند الفعل وعزمهم عليه وهو الذي كلفوا به الشاق من الأعمال من الأعمال ما يدخل تحت مقدور المكلف ولكنه يشق عليه فعله وكلامنا الآن فيه العمل الشاق ضربان الأول ما يكون خارجا عن المعتاد في الأعمال بحيث يشوش على النفوس تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة الثاني ألا تكون تلك المشقة فيه واصلة إلى حد الضرب الأول ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرد به العادات قبل التكليف فهو شاق على النفس ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف إذ هو في اللغة يقضي معنى المشقة فأما الضرب الأول فلا مراء في جواز التكليف به عقلا لأنه ممكن الوقوع كما لا مراء في أن الشارع لم يقصد بالتكليف الإعنات والدليل على ذلك رقم واحد نصوص الكتاب قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الوسر وقال تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرض إلى غير ذلك من الآيات رقم اثنين ما ثبت من مشروعية الرخص كالفطر للمريض والمسافر وأكل الميتة للمطأر وهذا يدل على مطلق رفع الحرج ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان هناك ترخيص ولا تخفيف رقم ثلاثة الإجماع على عدم وقوعه في التكليف وأما الضرب الثاني فلا شبهة أن الشارع قاصدا للتكليف بما يلزمه فيه كلفة ومشقة ما لكنها لا تسمى في العادة المستمرة مشقة ولكن هذه المشقة المعتادة الحاصلة في طريق الفعل ليست للشارع من جهة نفس المشقة بل من جهة ما في نفس الفعل من المصالح العائدة على المكلف كما يفعل الطبيب بإسقاء المريض أحيانا الدواء المرء البشع فإنه لا يقصد إيلامه وإعناته وإنما يقصد الغاية المترتبة على ذلك الدواء من صلاح بني المريض والدليل على أن الشارع لا يقصد نفس المشقة ما تقدم من الأدلة على الضرب الأول ومتى ثبت أن المشقة ليست مقصودة بذات الشارع فليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظيم أجرها وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل نافع أما الأول فلأنه ليس للمكلف أن يفعل ما يخالف قصد الشارع وإذا قصد إقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع وكل عمل يخالف به قصد الشارع فهو باطل لا أجر فيه وأما الثاني فلأنه شأنه التكليف في العمل كله ولا يعارض هذا ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة وقد أرادوا القرب من مسجده دياركم تكتب لكم آثاركم دياركم تكتب لكم آثاركم وقال إن لكم بكل خطوة إن درجة إن هذا يدل على أن قصد المكلف إلى التجديد على نفسه في العبادة صحيح مثاب عليه لأن أولئك الذين أحبوا الانتقال أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقرار في دارهم لعظم الأجر بكثرة الخطأ والجواب أن هذا الحديث لم يخصد فيه إلى نفس المشقة فقد ورد في البخاري ما يفسره فإنه زاد فيه وكره أن تعر المدينة قبل ذلك لألا تخلو ناحيتهم من حراستها أصل الأفعال المأذون فيها إذا تسبب عنها مشقة غير معتادة فإما أن تكون حاصلة بسبب المكلف واختياره مع أن ذلك الفعل لا يقضيها أولا فإن كانت من القسم الأول كان ذلك منهيا عنه وغير صحيح التعبد به لأن الشارع لا يقصد الحرك فيما أذن فيه فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نظر أن يصوم قائما في الشمس فأمره بإدمام صومه ونهاه عن القيام في الشمس وقال هلك المتنطعون لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه ولا لليل ما عنده وإن كانت المشقة تابعة للعمل كالمريض غير القادر على الصوم أو الصلاة قائما والحاج لا يقدر على الحاج ماشيا أو راكبا إلا بمشقة فهذا الذي شرعت له الرخص فإن عمل بها فذاك وإن أراد العمل بالعزيمة فهو على وجهين الأول أن يعلم أو يظن أنه يدخل على نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته فساد يتحرك به ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له وكذلك إن لم يعلم ولم يظن ولكن لما دخل في العمل دخل عليه ذلك فحكمه الإمساك عما دخل عليه التشويش وفي مثل هذا جاء ليس من البر الصيام في السفر الثاني أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد ولكن في العمل مشقة غير معتادة فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملة لأن زيادة المشقة مما ينشأ عنه لعنت بل المشقة في نفسها هي العنت والحرج وإن قدر على الصبر عليها مرة فهي مما لا يقدر على الصبر عليه عادة وعلم أن الحرج قد رفع عن المكلف لأمرين أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله ثانيهما عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهله وولده فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها وقاطعا بالمكلف دونها وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما فأما الأول فإن الله عز وجل وضع هذه الشريعة حنيفية سمحة حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها إليهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لا دخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم وأما الثاني فإن المكلف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره ولسيما حقوق الغير التي تتعلق به فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه الله به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوما غير معذور إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها طلاب حال من أحواله هذا كله فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو مأرون فيه فإن كان غير مأرون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أغهر في المنع لأنه زاد على ارتكاب ما نهي عنه إدخال العنط والحرج على نفسه إلا أنه قد يكون في الشرع سببا لأمر شاق على المكلف ولكن لا يكون قصدا من الشارع لإدخاله المشقة عليه وإنما قصد جلب مصلحة أو درء مفسدة كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة فإنها أجر للفاعل وكف له عن العدوة إلى ذلك الفعل وعظة لغيره أن يقع في مثله وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه فهنا ليس للشارع قصد في إبقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليها كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على النفس وقد فهما من مجموع الشريعة الإذن في دفع المؤذيات والمؤلمات رفعا للمشقة اللاحقة بل أذن لهم في التحرز عنها عند توقعها وإن لم تقع تكمله لمقصود العبد كالإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد وفي التداوي عند وقوع الأمراض وفي التوقي من كل مؤذي آدميا كان أو غيره والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العد لها وهكذا سائر ما يقوم به عيشه من ضرء المفاسد وجلب المصالح فرع قد تكون المشقة الناشئة من التكليف خاصة بالمكلف وحده وقد تكون عامة له ولغيره وقد تكون داخلة على غيره بسببه ومثال العامة له ولغيره الوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاءة فيما أسند إليه إلا أن الولاية تتشغله عن الانقطاع إلى العلادة إنه إذا لم يقم بالولاية عم الفساد والضرر ويلحقه من ذلك ما يلحق غيره ومثال الداخلة على غيره دون القاضي والعالم المفتقر إليهما إلا أن الدخول في الفتية والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز أو يشغلهما عن مهم ديني أو دنيوي وهما إذا لم يقوم بذلك عم الضرر غيرهما من الناس فقد انشأ عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام وعلى كل تقدير فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع فتكون غير مطلوبة ولا العمل المؤدي إليهما مطلوبا نشأت أعارض مشقتين وإذا كان كذلك لازم النظر من وجه اتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن فلابد من الترجيح فإذا كانت المصلحة العامة أعظم أعتقر جانبها وأهمل جانب المشقة الخاصة وإن كان العكس فالعكس أصل آخر المشقة التي تقع في طريق الأفعال وهي معتادة فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لأنه لو كان قاصدا رفعها لم يكن التكليف معها لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدرات القل أو جل إما في نفس العمل المكلف به وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف وإما فيهما معا فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله غير صحيح فكان ما يستلزمه غير صحيح أما عن تقسيم القدرة إلى ممكنة وميسرة قسم الحنفية القدرة التي هي شرط في التكليف إلى نوعين قدرة ممكنة وقدرة ميسرة فالأولى هي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما طلب منه سواء كان بدنيا أم ماليا من غير حرج ويعبرون بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه والذي تشترط له من الأفعال كالصلاة إن غلب على ظن فعله بالعزم عليه فالواجب الأداء عينا فإن لم يؤد فهو على والهين ألا يكون هناك تقصير حتى انقضى الوقت وهنا لا إثم والرجوب ينتقل إلى القضاء إن كان ثمت خلف فإن لم يكن له خلف كصلاة العيد فلا قضاء ولا إثم والثاني أنه لا يؤدى بسبب التقصير وهذا ما يلحق فيه الإسم سواء كان له خلف أو لا وإن لم يكن الفعل عند التمكن غالبا على ظن وجب الأداء لخلفه لا لعينه كمن تأهل في الجزء الأخير من الوقت فالوجوب إنما يظهر أثره في وجوب القضاء ومن المعقول ما اشترطه زفر من أنه لا يتوجه الخطاب إلا إذا كان قد بقي من الوقت ما يسع الصلاة وقال الشافعي لا خطاب إلا إذا كان قد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يشترط بقاء هذه القدرة للقضاء لأن اشتراقها إنما كان لتوجه الخطاب وقد توجه أوجوب القضاء ليس إلا بقاء ذلك الوجوب لأن سببهما واحد عند الحنفية فلم يكن ثم وجوب جديد يحتاج إلى قدرة أخرى ومما اكتفى بالقدرة الممكنة في توجه القضاء به الحج حيث اشترت له الاستطاعة وهي عبارة عن الزاد والراحلة فلو تمكن منهما وقت الحج ثم هلكت ثبت الحج في ذمته دينا وكذلك صدقت الفطر حيث اشترت لها ملك المال فلو لم يؤديها وهلك المال بقي الواجف في ذمته والقدرة الميسرة هي الزائدة على مقدار التمكن باليسر وهذه اشترت في أكثر الواجبات المالية كالزكاة فإن الخطاب بها اشترت لتوجهه زيادة على الإمكان ما يتيسر به الأداء وهو حوالان الحول الممكن من النمو ثم لم يوجب الشارع إلا جزءا قليلا جدا من كثير ولهذا لو هلك المال سقطت الزكاة لفوات القدرة الميسرة وانتفى الوجوب إذ كان هناك دين لمنافاته اليسر والغناء إذ إن المال مجغول بحاجة أصلية وهي الدين واليسر إنما يتحقق بما فضل عنها ولو لم تسقط الزكاة بالهلاك والدين إن قلب العصر يسرا أما الاستهلاك فلا يسقط الزكاة لما فيه من التعدي على حقوق الفقراء والسقوط بالهلاك مبني على أن الواجب بزء من العين ولهذا تسقط الزكاة بدفع النصاب كله بدون نية لوصول الجزء الواجب إلى مستحقه قطعا والنية إنما يحتاج إليها في التعيين عند المزاحمة ولا مزاحمة هنا ومثل الزكاة الكفارة بدليل أن الله خير القادر على جميع خصالها بين أعلاها وأدناها إن هذا إذن للمكلف بما هو الأيصر عليه فلا يشترط لإجزاء الصوم فيها العجز المستدام فلو عجز وصام ثم ويسير بعد ذلك لا يبقل صومه ولا يؤمر بإحدى الخصال الأخرى ولو فرط في التكفير حتى هلك ماله انتقل الوجوب إلى الصوم والاستهلاك هناك الهلاك لأن المال غير متعين لها بخلافه في الزكاة فإن الواجب جزء النصاب كما ذكرنا وإنما خالفت الكفارة الزكاة فوجبت مع الدين لأن المقصود بالزكاة إغناء الفقير شكرا لنعمة الغني والغني لا يكون مع الدين أو يكون قاصرا بقدر الدين وأما الكفارة فوجبت زجرا على الجناية يسترا لها والإغناء غير مقصود بها ولهذا تأدت بالصوم على أن بعض الفقهاء سوا بينهما في السقوط بالدين وهو ظاهر أما عن مقتضى التكليف انتظروني بعد هذا الفاصل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالموديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة